اشتركوا في القناة المرئي بمشاركة عدد من النواب والسياسيين والباحثين المهتمين في المملكة المتحدة وأكد سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة في كلمته على أن التوقيع على اتفاق مبادئ إبراهيم للسلام يأتي كتطور طبيعي لنهج مملكة البحرين الطويل في الانفتاح على الآخر والتسامح والسلام والذي يعززه المجتمع البحريني الغني والمتنوع بمختلف الثقافات كما نوه معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا منفتحة دائما على الأديان والثقافات الأخرى انطلاقا من هذه الأسس أكد جلالة الملك المفدى على هذه القيم والحث على بناء جسور الثقة والتفاهم بين جميع الثقافات والأديان وأشار سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة بأن السلام الحقيقي بين الدول الثلاث أكبر من مجرد تعاون أمني ويمنحنا طريقا إلى مستقبل أفضل لجميع شعوب المنطقة حيث نرى ذلك جليا من خلال عدد مذكرات التفاهم الموقعة في الفترة الأخيرة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل اشتركوا في القناة